السلام عليكم ورحمة الله لا شك أن الأخلاق الحسنة تأسر القلوب وتجذب الناس ولا شك أن الشدة في غير موضعها تفرق ولا تجمع وتضعف ولا تقوي فدعونا نقترب من الأخلاق المحمدية لعلنا نفوز فبما رحمة من الله لنت لهم ولم كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبرحمة من الله لك ولأصحابك ولأتباعك أيها النبي من الله عليك وألنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك وترققت عليهم فكنت رفيقا بهم ولكنه لين بدون إفراط أو تفريط فوقفت ومعهم في غزوة أحد موقف القائد الحكيم الملهم فلم تعنفهم على ما وقع منهم من أخطاء وأنت تراهم قد استغرقهم الحزن والهم لأن قثرة اللوم على الأخطاء قد يولد اليأس بل التفت إلى الماضي لتأخذ منه العبر والمواعظ للحاضر والمستقبل ثم انطلقتم إلى سلسلة من البطولات والانتصارات والفتوحات ولو كنت جافيا سيء الخلق قاسي القلب لن صرف أصحابك من حولك وتفرقوا ولم يسكنوا إليك وهنا فقط نفهم السر في التفاف الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم يفتدونه بأرواحهم وبكل مرتخص وغالي ويحبونه حبا يفوق حبهم لأنفسهم ولأولادهم ولآبائهم ولأحب الأشياء إليهم وصدق الحق سبحانه وتعالى إذ يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بالمؤمنين رؤوف الرحيم ودعونا نتوقف هنا قليلا هذا الخطاب موجه من الله تعالى لخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ نحن جميعا أحق بالخطاب من محمد صلى الله عليه وسلم فدعونا نتغير ونقتدي بخلق الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت وفي المسجد وفي العمل وفي الشارع وفي كل مكان فنعامل الناس باللين والرفق وحسن الخلق فلا تآخذهم بما كان منهم في غزوة أحد واعفوا عنهم وعما صدر منهم من تقصير في حق الله تعالى وحقق وأسأل الله أيها النبي أن يغفر لهم كان عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه متبحرا في كتب أهل الكتاب قال إني أرى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة إنه ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح وشاورهم في الأمور التي تحتاج إلى مشورة ونظر وفكر قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وقال جرير ابن عبد الله رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ومن الحكم المأثورة وليست بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خاب من استشار ولا ندم من استخار لا شك أن في الاستشارة فوائد ومصالح دينية ودنيوية لا يمكن حصرها فالمشورة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله وفي المشورة تطيب للخواطر وتطمين للنفوس ونفي للاستبداد في الرأي وفي المشورة تقديم للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة والاستفادة من خبرات أهل الاختصاص والخبرة فإذا كان الله عز وجل يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا وأغرزهم علما وأفضلهم رأيا وشاورهم في الأمر فكيف بغيره؟ فاقتدى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يكتب لعماله في البلاد يأمرهم بالتشاور وقال الشعبي مكتوب في التوراة من لم يستشر يندم قال حسن البصري رحمه الله درر في المشورة فيقول لنا ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل ولتقتدي به أمته من بعده والشورى من قواعد الشريعة وأصل من أصول الحكم في الإسلام والذي لا يستشير أهل العلم والدين والخبرة فعزله واجب وهذا لا خلاف فيه ولكن هل المشورة واجبة في كل حال؟ لا ليست المشورة واجبة في كل حال فتحرم المشورة إذا نزل في أمر ما وحي من عند الله لأنه إذا جاء النص بطل الرأي والقياس فإذا عزمت على أمر من الأمور بعد الاستشارة والدراسة الفاحصة فأمضه معتمداً على الله وحده وقوته متبرئاً من حولك وقوتك إن الله يحب المتوكلين عليه اللاجئين إليه ويجب أن نفرق جيداً بين التوكل والتواكل وشتان بين المتوكلين والمتواكلين فالتوكل على الله يكون بعد الأخذ بجميع الأسباب أما التواكل فيكون بدون أسباب وأخيراً تلك الآية الكريمة درس لكل إنسان يشعر بالوحدة والعزلة الاجتماعية والفشل الإداري وتضع له الحلول المناسبة للنجاح والفلاح والتجربة خير دليل جزاكم الله خيراً فبما رحمة من الله لنت لهم ولم كنت فضاً غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين